لكن هو قال لنا حاجة مهمة أنه فيه تفكير في إنشاء نادي أو أستاذ نادي الزمالك أو أستاذ الزمالك يعني بس بعد الفرع وأكيد فيه أولوية أو أوليات زي ما هو وصف وده أمر مهم للغاية طيب تعالي بقى أحكي لك بالضبط اللي حصل النهاردة بخصوص لجنة التسليم والتسلم واسمع معاي عشان فيه من فوجات مهمة قوي وركز في الكلام اللي أنا حقوله لك دلوقتي اللجنة النهاردة هي لجنة مشكلة بالتعاون ما بين وزارة الشاور رياضة ومدرية الشاور رياضة بالجيزة فاللجنة دي نزلت ابتدت عملها النهاردة الساعة 8 الصبح الساعة 8 الصبح كانوا موجودين في الإطار أو في نفس الوقت اللي مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد مستعجل عايز يستلم بسرعة ليه عايز يستلم بسرعة عشان هما الناس عندهم يعني قرارات عايزين ياخدوها ويعلنوا عنها فعايزين يستلموا رسمي عشان يقدروا يتحركوا ويقدروا يشتغلوا على أرض الواقعة ودي حاجة تحسب لهم بالمناسبة تمام بالتالي اللجنة النهاردة كان فيه صعوبة نهاية تنهي عملها لسه فيه مشاكل كتير قوي هتكلم فيها دلوقتي فيه أزمات فيه كوارث فيه كوارث جوه نادي الزمالك مترتبة على الإدارة أو يتسبب فيها مش اللجنة الحالية اللي بتدير اللي بتسلم للجنة الدكتور عمال بناني على مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مين مرتضى منصور حلو حلو فالكابتن حسين لبيب طالب اللجنة يا جماعة أنا عايز السلم النهاردة أرجوكم إحنا عايزين نخلص شعافية طب تعالى يا كابتن حسين الساعة 4 راح الكابتن حسين لبيب النهاردة الساعة 4 وكان موجود هو والكابتن هشام نصر الأستاذ كمان الأستاذ عمر أدهم وبعد من أعضاء مجلس إدارة كابتن حسين الساعة كان موجود بعض من أعضاء مجلس الإدارة يعني راحوا عشان ياخدوا أو يستلموا النادي بشكل رسمي طب وهم بيستلموا النادي بشكل رسمي حضرتك المفروض يحصل إيه المفروض إن هم يمضوا على محضر استلام محضر استلام المحضر ده بيبقى شامل كل المخالفات اللي كانت قبل كده ليه الناس دي بتعمل كده عشان عايزين يستلموا على نظافة إحنا يا جماعة استلمنا النادي في الوضع الفلاني كذا 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 واحد اتنين ثلاثة تمام فالمجوم يمضوا على المحضر فبيبصوا في المحضر لو فيه حاجات كتيرة جدا مش موجودة في المحضر فيه حاجات كتيرة جدا مهمة لازم تبقى محطوطة ويمضوا عليها عشان يتنصلوا منها أو مش يتنصلوا منها يبتعدوا عنها لأنهم ما همش أي زنب فيها اللي ليه زنب المجلس السابق حلو فلما قالوا ليه رئيس اللجنة اللي كانت موجودة النهاردة بخصوص عملية التسليم والتسلم وأيضا التفتيش فقال لهم يا جماعة الله طبعا أنتم المستعجلين على الاستلام النادي طبعا أنا عمل ايه أنا لسه بقول لكم شغل ما خلصش ممكن يخلص على بكرة فعشان ألملكوا الحاجة دي كلها ونحطها في محضر وتيجي تدمدي حضرتك محضر استلام فإديني وقتي انتم مستعجلين عايزين تستلموا دلوقتي لا استلموا خلاص اوكي باستلموا على المحضر ده لكن لو مستنيين أو تقدروا تستلموا كتير قال كابتن حسين لبيب أنه يرجع أمر استلام النادي أو الإمضاء على هذا المحضر إلى الغد وخرج كان يعني غضبان شوية كان مددأ شوية الراجل مستعجل عايز يشتغل ويمارس مهام عمل حلو فالكابتن حسين لبيب والكابتن أو الأستاذ هاني بيرزي اللي كان موجود أيضا النهاردة اللي اتنين خرجوا وكان معهم من كابتن حسين السيد التلاتة خرجوا يعني فيه نوع من أنواع الغضب نوعا ما مددأين شوية لكن مين اللي استمر؟ استمر الأستاذ حسام المندوح أمين الصندوق في مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد وأيضا الأستاذ عمر أده وعضو مجلس الإدارة الاتنين استمروا والحد هذه اللحظة بكلم معكم بالزبط قبل الحلقة بالزبط كان موجود لسه الأستاذ حسام المندوح هناك في النادي وفيه انفراجة في عملية استلام أو في عملية انهاء المحضر ده بكل تفاصيله عشان يستلم نادي الزمالك أو سلم مجلس الجديد نادي الزمالك بشكل رسم تمام؟ حلو كل ده كلام كويس طيب الأمور ماشي في الاتجاه الإيجابي لكن خلينا أتكلم معكم في بعض بعض الكواليس المهمة أوي اللي بتدين المجلس السابق أو أحد أعضاء المجلس السابق أو بعض الأسماء في المجلس السابق اللي كان بيترقصه مرتضى منصور أنا بتكلمك بمنتهى الوضوح زي ما انت تعاودت مني ماشي معايا كده حلو فاكرين اللواء حسن موسى اللواء حسن موسى اللي جه قبل الدكتور عماد البناني قعد 3-4 ايام وماشي ولا تريد بها أسبوع بالكتير أوي وتغير الراجل ده كان عنده يعني حاجات كتيرة أوي أوي مخالفات كتيرة شايفها قدام وبعين وجوه نادي الزمالك في اللجنة لما جيز تلم هو الأعضاء اللي معاه وكان عايز يفتح هذه الملفات لكن بشكل أو بآخر الله أعلم بالضبط إيه اللي حصل تم إرجاء فتح هذه الملفات وبعد كده سواء بقى اعتذر اللواء حسن موسى أو تم تغييره من كبر وزارة الشباب ده أيا كان ما بقاش موجود لكن دلوقتي اللي أقدر أكده على حضراتكم إن الكابتن حسن اللبيب بنفسه واللجنة أصلاً المشكلة بالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة ومدرية الشباب والرياضة بالجيزة هي أصلاً كمان نفسها عايزة تدرك أو عايزة يعني إيه تحط كل المخالفات الموجودة في نادي الزمالك في المحضر دي رغبة من عندها وده طبيعي وده دور هم اللي بيقوموا به عشان الأمور تمشي في الإطار الطبيعي والصحيح اللي يخدم نادي الزمالك واللي يساعد مجلس إدارة النادي الجديد في ما عملوا بالشكل الطبيعي فالمخالفات حضرتك النهاردة كانت مرحلة أولى النهاردة كانت مرحلة أولى المرحلة الأولى تم اكتشاف ما وصفته اللجنة بكلمة اختلاص ده وصف أعضاء اللجنة ركز معايا في الكلام اللي هحقولك ده وصف أعضاء اللجنة المشكلة بالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة ومدارية الشباب والرياضة بالجيزة وصفوا اللي شافوا النهاردة في إطار التفتيش عشان يتموا أو يتمموا عملية التسليم والتسلم وصفوا شيء ما بالاختلاص الاختلاص ده أو اللي هم اتشفوه أثناء التفتيش كان عبارة عن إيه دون ذكر أسماء أو منصب المتهم مش حقدر أقوله طبعا قانونيا مش حينفع قانونيا مش حينفع لأنه أكيد حيبقى فيه اتهام فممكن يدافع عن نفسه فممكن يبقى فيه آخر يخرج براءة يبقى أنا الغلط يعني لكن أنا لازم أخذ بالي من الحاجات اللي زي دي كابقول لحضرتك اللي النهاردة حصل أحد مسؤولي نادي الزمالك السابقين ومش حقول المنصب سواء بقى كان عضو مجلس إدارة كان نائب كان أمين زندوق أو عضو تحت السن مش حقول المنصب لأنه ممكن حينتحرف على طول لكن أحد المسؤولين سابقين في مجلس إدارة نادي الزمالك السابق اكتشفت اللجنة بأنه في مبلغ 600 ألف على الأقل 600 ألف جنيه على الأقل ركز معايا ده مرحلة أولى ممكن المبلغ دي يزيد بكرة وبعد والله أعلم أنا بقولك النهاردة 600 ألف مش موجودين مختفين مختفين بمعنى إيه يعني 600 ألف دول راحوا فين طيب اللجنة عرفت 600 ألف راحوا فين وعرفت مين المسؤول عنهم وعرفت بعض الكواليس اللي بتتعلق بأن رئيس نادي الزمالك السابق يا منطقات أنا الوحيد اللي كنت منتقده تقريبا وتحملنا قد كده لكن إحقاقا للحق الراجل في الموقف ده رفض اللي عملوا أحد المسؤولين الصابقين في مجلس إدارة نادي الزمالك في مجلسه هو رفض اللي حصل بشأن الـ 600 ألف حتى هذه اللحظة المختفيين دول واكتشف المتسبب في كده وحزبه أنا بقولك بأمانة هو تبقى للمعلومة اللي عندي اللي وصلتلي النهاردة حزبه ونتيجة الحساب دي إن المسؤول ده رجع 200 ألف جنيه من أصل الـ 600 رجع 200 ألف من أصل الـ 600 حتى هذه اللحظة ناقص 400 ألف جنيه وممكن الرقم هو الرقم قابل للزيادة في حالة إن اللجنة في أثناء تفتيش بتاعها خصوصاً وهي مسؤولة عن تسليم النادي لقيت إن ممكن الأرقام تزيد أو لقيت أمور أخرى برضو أنا بأكد عليك ده لحد دلوقت ففي 200 ألف جنيه من 600 رجعه يعني من توتل 600 ألف في 200 رجعه ناقص 400 ألف اللجنة عارفة مين اللي عمل كده وعندها كل الكواليس ومعها الورق بس متحفظ عليه في مكتب متشمع جوانادي الزمالك في مكتب متشمع جوانادي الزمالك يخرج ويدخل أو وحدش يدخل ويخرج فدي مفاجأة مضوية واخب بالك طيب هل هي دي الحاجة الوحيدة اللي يعني تم اكتشافها لا في حاجات تانية كوارث أخر في كوارث أخر الكوارث الأخرى دي بدورها ويحق لي رئيس نادي الزمالك الجديد الذي لن يتوانى في تحويل كل هذه المخالفات للنيابة العامة للنيابة الأموال العامة أنا بقولك لن يتوانى حسين لبيب وأنا عارف أنا بقولك كويس لن يتوانى في تحويل هؤلاء أو تحويل هذه المخالفات للنيابة الأموال العامة وده يحقله كالرئيس نادي على فكرة من تاني بقى يحقله الجهة الإدارية بالتابعية ده أمر طبيعي الجهة الإدارية مدرية تشاور رياضة بالجيزة وزارة تشاور رياضة الناس ينزلوا لجنة للمراجعة أوكي وبعد كده يحقلهم أن هما يحولوا كل هذه المخالفات تمام للنيابة حقهم واللجنة حتى هذه اللحظة أنا بأكد اللجنة لسه شغالة ناشي طيب بخلاف كده واخدين بالكم أو خدتوا بالكم أن الجامعية العمومية في نادي الزمالك في الانتخابات رفضت الميزانية فبالتالي بالتابعية إيه اللي بيحصل رفضت الميزانية والحساب الختامي أنت بالتالي بتتم إحالة الميزانية الجهاز المركزي للمحاسبات طبيعي ده بيحصل الجهاز بيعمل إيه بقى؟ بيفحص الميزانية لو لقى في بعض الملاحظات بيبعت لاجنة التفتيش ومراجعة اللاجنة دي لو لقيت مخالفات من حقها تلقائيا حالة هذه المخالفات للنيابة طيب في كارسة في كارسة في ناس هتتحبس ممكن جدا طبعا ما شاء الله أقول دي المحكمة اللي تقول بس تبقى اللي عرفناه؟ لا في كارسة مش كارسة واحدة في مخالفات مش طبعية مش مخالفة واحدة الناس شغالة من الصبح النهاردة ساعة تمانية بقول له حرارتكم في ناس منهم رواحت وفي ناس لسا مكملة في النادي في نادي الزمالك والناس شغالة خدت بالك فده كلام مهم جدا حضرتك حبيت أقوله وأطلع حضرتك عليه طيب المخالفات والأخطاء كمان ليه علاقة بإيه؟ بخصوص التسويات يعني إيه التسويات؟ يعني دلوقتي مثلا فرقة نادي الزمالك في فريق الأول لقرة القادمة أو أي فريق جوة نادي الزمالك في أي لعبة من الألعاب مسافر عنده رحلة فبالتالي حضرتك لما بيسافر بيبقى معهم فلوس دولارات الفلوس دي بياخدها الإداريين طبيعي بيبقى فيه زي إيه؟ يعني بنوت كده معروفة دايما أنت مسافر فبيبقى فيه بوكت ماني للعبين والمجازب فاني مش عارف إيه بيبقى فيه مصاريف للبعثة فيه كلام من ده فأنت بتاخد إيه؟ بتاخد فلوس رقم مثلا أيا كان بالدولار لأنت مسافر بره مصر فعلت بالدولار مش حاسب بالجنيه مصري لكن التفتيش وقفت قدام هذه الدولارات ولأت أن التسويات غير صحيحة وغير دقيقة غير صحيحة وغير دقيقة وأن التسويات دي فيها مشكلة مشكلة ما؟ ليه علاقة بإيه؟ أن الأرقام مختلفة لا ربما وأنا بقولك المؤكد أنه حيتم استدعاء بعض الإداريين للتحقيق أنا بقولك هو من دلوقتي حيتم استدعاء بعض الإداريين للتحقيق في هذا الملف فلما هيحققوا حيلقوا أن فيه اختلاف بين الفلوس اللي تلعت واللي تصرفت ماشي؟ فدي برضو من ضمن الأمور الخطيرة جدا جدا فأدي حاجتين من ضمن الحاجات المهمة اللي حبيت أطلع حضراتكم عليها بعد الكصة بتاعة النهارة لو فيه إمكانية يا جماعة يكون معنا حد تاني من أعضوا مجلس الدارة نادي الزمالك نتكلم معها لموضوع التسليم والتسلم يبقى حلوه لو فيه إمكانية فده ملف التسليم والتسلم خلال الساعات الأخيرة أو آخر ساعتين ثلاثة كان يعتبر خلاص الكصة بتخلص ومن المفترض أن بكرة خلاص مجلس الدارة نادي الزمالك الجديد يمارس مهام عمله بشكل طبيعي والله يكون فعونهم في الحقيقة يعني الله يكون فعونهم لأنهم داخلين على تركة ثقيلة للغاية مليانة بالأزمات والمشاكل لكن من المفترض أن هما يكونوا أده أكيد نتمنى لهم يا رب كل التوفيق